فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين من أسماء الله الحسنى الشكور ورد في القرآن أربع مرات ورد أيضاً بصيغة أخرى وهي شاكر كما في قوله تعالى في سورة البقرة فإن الله شاكر عليم ما الفرق بين الكلمتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فأعتقد أنه سبق لنا أن كنا أن صيغة فاعل هي صيغة اسم الفاعل ومعنى اسم فاعل يعني فيها مثلاً كلمة شاكر أو كلمة صابر غافر اسم فاعل بمعنى أن فيها اسم وفيها فاعل وهذه الصيغة تقول أن هذا الاسم فاعل هذا الفاعل ذات ذات وفاعل ذات وفاعل يعني ذات فاعلت هذا الفاعل ده كل ما تفصح عنه صيغة فاعل وتسمى باسم الفاعل يعني لا تقدر تقول عليها اسم لوحدها لأننا عندنا اسم وفاعل وحرف لكن في حاجة اسمها اسم فاعل واسم مفعول اسم الفاعل ده هو يعني ذات فاعلة الفاعل فا لكن الاثنين في صيغة واحدة وده غير الفاعل لا يعني علي واق revenue أنا نحو بالعكس zien بما فاهم اللغة العربية مهم مفهم آه مهم جدا نعم وهو دي حاجة بسيطة ممكن تفهم يعني مش معقدة الهدف هو فهم معاني هذا وعي لأن هذا الكتاب هو الذي يعني دفع المسلمين دفعا إلى وشجعهم إلى أن ينيروا الغرب في أيام يعني في عهد الظلمات وينيروا الشرق أيضا وفي تمانين سنة تمانين سنة كان المسلمون في الأندلس وفي الصين وكان أهل الأندلس يستقبلون المسلمين استقبال الفاتح لأن وجدوا فيهم كما نقول ضوق نجاح في كل الأمور فبعثوا هناك الحضارة وبعثوا كذا وكذا وكذا والآن نحن ننظر القرآن للأسف الشديد حتى أبنائنا حتى الناس اللي هم يعني النخب وكذا وكذا لا ننظرنا إلى القرآن النظرة التي يستحقها القرآن ويجب على المسلمين أن ينظروا إليه هو منهج حياة هو منهج حياة طبعا منهج حياة مجرد كلمات تحفظها وأشوف كما قال الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أوصاف كثيرة فمن ضمن أوصافي من تركه من جبار قصبة وإحنا اللي عايشين في هذا يعني طبعا في الفم ماء كثير إنما أنا أعرف سببه سببه أنك أنت عندك الدواء الذي تستهين به وهو الدواء الوحيد في العلة الموجودة لها نعود إلى الفعل قلنا شاكر شاكر تدل على أنه يشكر أو أن الله أسند إليه الشكر لكن لما قلنا شكور هنا بقى تدل على أن هذه الصفة ليست صفة تحدث مرة ويكفي إنما تحدث مرارا تحدث مرارا تفيد الكثرة تفيد الكثرة وحتى وردت في حديث بشكار بس بالنسبة للعبد جعلني لك ذكارا لك شكارا من أدعيتي صلى الله عليه وسلم فإذن هنا ورد في حديث أبي هرين بصيغة الشكور وأجمعت عليه الأمة فإذن ورد يعني بصيغتين صيغة شاكر ليثبت لله سبحانه وتعالى صفة هي أنه يشكر عباده وأيضا وردت بصيغة شكور ليفيدنا أن هذا الشكر الذي ثبت له في الصفة السابقة ليس يعني وصفا قاصرا على مرة واحدة ومرتين وإنما هو كثير وطبعا يفهم من آيات أخرى أنه أيضا مستمر وباقي شايز أفرض في التأمل هنا مولانا لكن لماذا لم ترد صفة شكار في القرآن على ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار أنه شكار فيها الديمومة تفيد الاستمرار قد تفيدها أيضا شكور يعني ليس بلازم أن يكون شكار بمعنى دائم ولكن تفيدنا الشكور لأنه برضو يعني الشكر ليس كالغفور الغفور شغال مع الناس كلها حتى العصاة محتاجينه طول الوقت آه يعني محتاجينه وتعامل معه يعني كل الفئات مع كل الفئات ومع معصية دائمة يعني ما فيش هيجي وقت الإنسان يبقى ملك لكن هنا ده مرتبط بمن يشكر ومعلوم أن من لا يشكر موجود طب هنا بقى من يشكر ربنا سبحانه وتعالى بيشكر مين من عباده وبيشكرهم ازاي الشكر اللي هنا يعني اللغة مأخوذ من ايه الشكور مأخوذ من يعني في اللغة يرجع إلى يعني حينما تذكر صفات الممدوح واحد مثلا تذكر صفاته أنه هو مثلا إنسان مهذب مؤدب عالم كذا 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 الصفات دي إذا كانت يعني صفات ذاتية تسمي ثناء ثناء هنا ذكره ذكر صفاته هذا ثناء لكن حينما تذكر له أفعاله له مثلا يطعم المساكين هذا الذكر شكر فالشكر نستطيع أن نقول إنه يعني ذكر الصفات الجميلة أو الصفات الحسنة في المذكور نسمي عليه نسمي عليه لا الثناء هو بقى ذكر الصفات الزاتية فيه فإذا كان إذا كنت تذكر صفاته الزاتية فهذا ثناء إذا كنت تذكر صفاتي الفعلية فهذا شكر فوإذن يعني الشكر إذا شكر الله عباده هكذا فهو من صفات الذات أما إذا شكرهم باعتبار أفعالهم وما يقوم به من خير وتراحم وإلى آخر الصفات الحميدة فهذا شكر من الله سبحانه وتعالى للعباد كما نقول في مناسبات العزاء شكر الله سعيكم بالضبط نعم شكر الله سعيكم هنا شكر الله فعلكم فعلكم خضوات سعي خضوات نعم فهذا هو المقصود من شكر الله سبحانه وتعالى للعباد كما ذكرنا مولانا اسم الله الشكور ورد في القرآن الكريم أربع مرات في ثلاث منها اقترنا باسم الغفور في الرابعة اقترنا بالحليم كما في سورة التغاب والله شكور حليم ما الحكمة في اقتران اسم الله الشكور بهذين الاسمين الغفور والحليم وحضرتك يعني هناك علم وتخصص في تذيل التذيل الآية يعني كتامها كتامها بس كتامها بما يبرر الأحكام التي صدرت في صدرها في صدر الآية وعجز الآية فهناك علوم يعني تتحدث عن هذه الآية تتضمن كذا وكذا ثم زويلت بوصف كذا وكذا يعزز المعنى بما يعني لازم اكتشاف المناسبة بين التذيل وبين ما ذينت له ما سبقها ما سبقها فواضح طبعا شكور حليم أن الشكور يقتضي الحلم يعني لا يكون شكورا إلا إذا كان حليما فهذا موجود هناك مثلا برضو أوصف كثيرة يعني يظن كثيرون أنها جاءت هكذا يعني اعتباطا أو لا هناك علم متخصص في اكتشاف التناسق أو التناسب حتى يسمونها مناسبة ما مناسبة ده أيضا ليس مناسبة تذيل الآية بما قبلها بل مناسبة الآية بما قبلها يعني في علم المناسبات كمان علم المناسبات ده هو ربط الآيات كيف يعني لي جاءت الآية دي ما المناسبة أن يأتي أحيانا تحدث عن مجال معين ثم تجد آية يعني تقضير بك إلى مجال آخر القرآن كل متكامل كل متكامل كل آية مبنية على مبنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحددها ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا وده توقيفي يعني لا تركيب المصحف تركيب المصحف توقيفي يعني لا يصح لأحد أن يأخذ آية ويحطها مع آية يقولك لا والله وحتى الآن لم نقرأ في الذين تفرغوا لكتابات نقد القرآن من قال أن هذه الآية ليست في موضعها وكان المفروض أن توضع في مكان آخر هذا لم يحدث ولن يحدث طبعا لأنه يعني من حكيم عليم هو ورضو حكيم عليم يعني فيلم يعني الحال الشكر يقتضي الحلم واضح أنه يعني الذي يشكر ده يعني مش ممكن يكون شكور وفي نفس الوقت غضوب أو نفس الوقت يعني كيف يشكر وهو غضبان قليل الحلم قليل الحلم مستحيل مستحيل ربنا سبحانه وتعالى أيضا أطلق صفة الشكور على بعض العباد نعم ففي سورة سبق قال وقليل من عبادي الشكور نعم وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسيدة عائشة رضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا؟ من هو العبد الشكور يا مولانا؟ طبعا العبد هو قليل من عبادي الشكور لأن الشكور هو الذي يؤدي شكر يؤدي شكر النعمة ونعمة الله سبحانه وتعالى محيطة بالإنسان في كل لحظة من لحظات يومه طول حياته يعني يعني يصعب جداً من تجده ينتبه ويلتفت إلى هذا المعنى في كل حركاته وسكناته ويشكر الله قليل من عبادي الشكور فهم قليل لأن الإنسان الإنسان كما قلنا مثلاً أنه يأكل ويشرب وينام ويهياله أن واجبات الأكل يعني من حقه أو شيئاً فشيئاً العادة تبدل عنده ملكة التأقذ لمن وضع أمامه هذا أو مهد له هذا الضعام يعتبر أنه ما تحصيل حاصل طبعاً أو من ألبسه ومنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع كل تصرف من هذه التصرفات بالشكر لله والدعاء لله والحمد والثناء الله سبحانه وتعالى طبعاً طبعاً كان إذا مثلاً لبس يقول الله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوى اللهم ألبثني من سياب الجنة ثم كان ده الشكر اللفظي ثم يعمد إلى ثوبه الخلق القديم فيتصدق به نظامه كده فداء الشكر العملي قليل اللي هو طبعاً على هذا النمط في هذا الآية لكن الناس يشكرون طبعاً حين تأتيهم نعمة كبيرة تلفت أنظارهم أو حينما مثلاً يقعون في ضائقة ثم تفرج عنهم هذه الضائقة فإذن ليس العبد شكر بالمعنى يعني هو قليل من عبد وده واضح معروف يعني حتى معظم المؤمنين كلهم يعني تقريباً ما عدا يعني الناس اللي هما متاقضين للحضور الإلهي معهم في كل حركاتهم وسكناتهم فضيلة الإمام الأكبر الأساد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين سنواصل الحديث عن اسم الله الشكور في الحلقة المقبلة بإذن الله وأحباءنا الكرام إلى أن نلتقي مجدداً مع الإمام الطيب السلام عليكم ورحمته وبركاته